اشتركوا في القناة بالإضافة لذلك يتم إعداد روبرتاج من قبل الوزارة في كيفية عملية تصحيح تصحيح يعني هذا السؤال وهذا الامتحان وهذه إجابته وهذه يتم لأنه على فكرة مهارات الامتحان أهم حتى في بعض الأحيان من الامتحان نفسه من مضمون الامتحان يعني أنا إذا بدي أدخل على امتحان جديد في كل العالم بيعقد دورات تدريبية على الإجابة على الامتحان كيف تدعوه بالامتحان؟ طبعاً هذه مهمة لدينا تقريباً 16 يوم واحد سبعة الامتحان فأعتقد فيه في مجال يعني الوزارة الآن يجب أن تبدأ من الآن القضية الثانية أن تخرج الوزارة بمسؤوليها المعنيين في الامتحان وتطمئن الطلاب وتتحدث عن الامتحان تتحدث كيف حتى تم وضع الأسئلة ليست الأسئلة وأنا مع ذلك لما كنت في الوزارة أنا وضعنا عملنا برنامج كيف تم وضع الأسئلة هذه الأسئلة اللي هي الأسئلة الموضوعية والأسئلة الموضوعية بالمناسبة هي من أعظم الأسئلة لكن تحتاج إلى كفاءات عالية كفاءات عالية وهي تقيس كما تحدثت حسام يعني تقيس الناتج لأنها لا تركز على العمليات ولا تركز على الخطوات وإذا سمحت لي دكتور أيام كان الدكتور فيزر سعودي في الوزارة بدأ مشروع بنك الأسئلة وهذا المشروع لو رأى النور كان الآن بخير في موضوع الأسئلة الموضوعية كان انتهت المعضلة لأن هذه الأسئلة تكون مجربة مقاسة نستخدم جميع اليوم أساسي بالنسبة لك أن يكون فيه فيديو توضيحي صريح برقة الأسئلة كيف نجيب على الأسئلة كيف نجيب على الأسئلة كيف نجيب على الأسئلة أخي محمد يعني كيف تم وضع الأسئلة وهذه سهلة للوزارة أنا أعتقد الطالب معلش الطالب الآن بده دعم نفسيته قلق أنا بصراحة أحكي الآن هذا القلق الذي يعاني منه طالب نتيجة لإنقطاعنا الدراسة أنا بخافي تحول إلى توتر وخوف إذا تحول لن تكون نتيجة التنوية العامة هذا بصراحة أنا بحكي لن تكون النتيجة يعني متوافقة مع معايير القياس والتقويب وبالتالي وبالتالي من هنا أخي محمد على الوزارة إعداد برنامج الآن كيف يتم إعداد الأسئلة ووضع نماذج من الأسئلة والإجابات النموذجية وكيفية تصحيحها حتى يتم تصوير كيف العملية يتم وفيه كثير فيه كثير أفلام و يعني أفلام فيديو ووضع ذلك يعني بيقول لك بدك تستخدم جهاز بيقول لك كيف تستخدم الجهاز على سي دي بس أنت اليوم أنت اليوم تحذر من أنه إذا ما اتخذنا هذه الإجراءات ستكون نتائج امتحان الثانوي العام لن يكون هناك صدق و ثبات في النتائج ما في صدق و ثبات في النتائج طبعاً ما رح نشوف نتائج ولا في موضوعية يعني بمعنى بمعنى هس الطالب اللي تم تدريبه بشكل ذاتي سيحصل على عام أكثر من الطالب الثاني بنفس قدراته العقلية هذا معناته الصدق و الثبات في الامتحان فأعتقد هذه قضية مهمة طيب وبالتالي كما أسلفت أنه يجب على المزارة أن تبدأ الآن اليوم مش بكرة اليوم تبدأ لأنه الوقت تضيق ترجمة نانسي قنقر